اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجازات والمكتسبات التي حققتها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية خلال العام الماضي منوها بالدور البارز للجنة في دعم المنتخبات الوطنية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في مختلف الألعاب جاء ذلك خلال ترأس سموه للاجتماع الثالث لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية بحضور أصحاب السمو والسعادة أعضاء مجلس الإدارة واطلع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على آخر الاستعدادات التي قامت بها الأمانة العامة للمشاركة بأولمبيات باريس 2024 وتحضيرات المنتخبات واللاعبين لهذه المشاركة الهامة والتي تتطلع فيها المملكة لتحقيق نتائج إيجابية كما اطلع سموه على تحضيرات اللجنة الأولمبية للمشاركة بأسياد هانكتشو 2023 ومختلف الدورات الخارجية الأخرى القادمة وتم استعراض الألعاب الرياضية المرشحة للمشاركات وتم التأكيد على أهمية اختيار الألعاب القادرة على تحقيق الميداليات الملونة ورفع عالم المملكة وقام الأمين العام سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي بعرض تقارير إدارات اللجنة الأولمبية البحرينية لعام 2022 وخطة العمل للعام الجاري وأهم الاجتماعات والاتفاقيات التي تم إبرامها كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات المركز الوطني لطب الرياضي والتأهيل وتقرير الشؤون الرياضية والفنية واعتمد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إطلاق جائزة خالد بن حمد للتمييز الرياضية السنوية المخصصة للمؤسسات الرياضية والرياضيين ومبادرة يوم المدرب الوطني المرفوعتان من الأمانة العامة للجنة الأولمبية وجائزة التمييز الرياضي مخصصة لتكريم الرياضيين المؤسسات والأفراد في ختام كل موسم تهدف إلى ثقافة التفوق والتمييز في المجتمع الرياضي وتشمل معظم التخصصات الرياضية فيما تعد مبادرة يوم المدرب الوطني تقدير لعطاء وإسهامات المدرب البحرينية الذي يمثل ركيزة أساسية في صناعة المواهب الرياضية من كل الجنسين على أن يتم وضع اللوائح والأسس والمعايير الخاصة بكل المبادرتين تمهيدا لإطلاقهما بشكل رسمي خلال الفترة القادمة وأشهد سموه بمبادرة صناعة الأبطال من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الأولمبية مع كل من اتحاد السباحة وكرة اليد وكرة السلة ووجه سموه بتعميم تلك المبادرة على اتحاد الكرة الطائرة وكرة الطاولة واتحاد رفع الأثقال خصوصا في ظل الجهود التي قامت بها الأمانة العامة من خلال الحصول على شركات راعية للبرنامج من القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر